إن الكرم صفة إيجابية للحياة الكريمة وسيد الكرماء رسولنا صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس كرم فوق العادة جاد بخلقه صلى الله عليه وسلم حتى وصفه ربه بقوله وإنك العالى خلق العظيم جاد بالعلم فتجد العلم الشرعي المبثوث في العالم هو منه صلى الله عليه وسلم هو الذي فجر المعرفة كفاك بالعلم في الأمي معجزة في التجاهلية والتأديف اليتمي الجود بالطعام فكان صلى الله عليه وسلم يؤثر على نفسه وكان يدن الفقراء معه صلى الله عليه وسلم وكان يجود حتى بمذقة لبن وهو أحوج ما يحتاج لها وكان يربط الحجر على بطنه ويؤثر عليه الصلاة والسلام